اللي ياخدوا بقى لهم بقى الابراج اللي ياخدوا بقى لهم السرطان الجديد ده حقيقي السرطان انت حاسة انت حاسة ليه انا عايش اه لان الجدي كوش بصي خلينا نقول ان سعنا السرطان يخلي باله من ولادة الامر بالجدي بتعكسه شوية بتعكسه فيه بقى بتعكسه في شركاته في احواله كل حاجة ماشية بعكس يعني انت عايزة حاجة فمسلا انت النهاردة راحة مشوارة عايزة تروحي لما ممكن تلاقيه قافل عايزة مكسب من حاجة ممكن ما تكسبيش منها كل حاجة ماشية بالحاجة وكسات زي اسمعها وكسات فانا عايزة السرطان بس استراحة محارب كده وخصوصا يوم ولادة الامر حيحس ان الموده مش حيل اللي هو يوم 13 واحد بكرة 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 الخميس وبلاش موضو السرطان يعمل بلان لأي حاجة اليوم ده يعني يقعد في البيت ده حقيقي او حيصطفه التأخيرات خليفه في البيت برج السرطان يوم العقسان وطبعا تأخيرات الأول في اليوم واحد هيبقى 11 و12 احنا معنا 11 و12 صحيا سرطان برضو يبقى حذر مضعف يعني السرطان احنا متفقين لغاية يوم عشرين احنا حذر يعمل اي حاجة بعد يوم عشرين شكرا اي حاجة احنا لسه في شهر المعاكسات اه يعني احنا الانفراجة للسرطان بعد يوم عشرين ده حقيق مش قبل كده خالص يعني من يوم واحد وعشرين الدنيا تمام؟ ان شاء الله نعتبر واحد ننتظر وخلي بالك من الخلق الدايق ومن عصبيتك وان انت تبقى عندك عارفة ان عدام شغف كده بالحاجة مليش نفس فانت مش عارف تتعامل فاي حد بيتعامل مع السرطان يبقى مقدر ان شريكك السرطان ده حيبقى خلقه على حاجة ظروفه الكوكبية ده حقيقا تاني تاني واحد يحذر الحمل اه عندك تغوط ده في ايه حمل الولادة الامر دي في اعلى نقطة عنده في الدايرة الفلكية يعني انت عرضة للقيل والقام يعني الحمل رغي حواليك كتير اسراره بتطلع الحسد زايد قوي قوي على الحمل فيحصل نفسه على قد ما يقدر يتكتم على مواضيعه ما يحكيش ما يعودش يقول انا عندي انا نجحت انا رايح اكتب داري على شميتك يا حمل بجد لان الامر مسلط اضواء عليك قوي ما يخليك متشاف ومحسود وبيفشلو لك اللي انت بتعمله عارفة ده صيود الخطأ بهدف زعزعة ثقة الناس فيك لو حد بياثق فيك وفي شغلك وفي ادائك لا ايبعدوه لا بيعرفش يشتغل لا تديش الفرصة للحسد ولا لغاية يوم عشرين الكلام ده لغاية يوم عشرين احنا بنتكلم بودادة الامر ومعاك هذا التأثير التركيز عليك قوي يا حمل فالتأثير طبعا لما يكون حد مركز معاك قوي وبيحاول يشوش عليك وصورتك وسمعتك ويطلع اصرارك برا اكيد انت هتبقى محبط فبالتالي ياخد بالك يبقى احذر يا حمل بالزبط من حاجات كتير لحد يوم عشرين في برج واحد طبعا مكسر الدنيا في عشرين واربعة وعشرين ان شاء الله حلو جدا جدا لكن عنده حذر الفترة دي وبالرغم انه مكسر الدنيا انا مبهورة بمين قلت بميزان لا الميزان الميزان عندك عشرين واربعة وعشرين حلوة قوي ومبهرة وانا باعمل البشهد لسلكي بالنسبة لكو حلوة قوي لكن ولادة الامر دي ضغط عليك في حاجة ما خليك خلق انت كمان زيك زي السرطان هيبقوا شبهة بعض قوي السرطان والميزان هيبقى نفس الأحاسيس لان بيت قريب خالبا لما الميزان يتعامل مع السرطان خلق اي دا او احنا من شم لحد علشان اي نبقى الميزان والسرطان هيبقى التعامل بينهم بفعلا شمنا زميلنا احمد فاروق هو اصلا يشوف مفيدة النهاردة شاف مفيدة اهلا شاف استاذة سهيرة كذا ميزان وسرطان اللي هو لا يصدر لنا اللي هو فيه مشكلات كذا لكن مع مفيدة استاذة اهلا ايو لان المفيدة مدعومة الشهريدة لان المفيدة تورادي يعني يعتبر فعلا مش شعور الحلوة للعزراء لكن شعور يعني انتو عكس بعض دعم كامل للعزراء ومعكسة كاملة للسرطان يعني كده اللي هو كل حاجة ماشية مع العزراء تمام الدنيا اهدا وانا واخد الوش العزراء ماهو بيقول يا جيتي ما بتكلمينيش في شغل فخلاص يبقى احنا كده معنا حذر للحمل حذر للسرطان للسرطان وللميزان حذر للميزان عندنا واحد كمان يا حذر جدا الدالو الدالو صحيا جدا في معاملاته جدا فيه اعداء مش بينيني انهم اعداء لابسين ماسكات خلوا بالكم جدا فيه ناس بتضبر لكم حاجات من تحت التحق يبدال وخل بالكم من المكائد والعدوات وبالضبط ويخلوا بالهم من ضياع حاجاتهم ومقتنياتهم محبستك ندرتك مفاتيح العربية وبالاتك خلي بالك جدا نركز بتكتر قوي الفترة دي ضياع المقتنيات دول الخامس ابراج او الابراج اللي تحضر شوية من لو احنا بصينا على ولادة الامر الجديد بقى اللي بقيت للاثناشر برج طيب احنا قلنا دول ودول بقيت للاثناشر برج في حالة مش وحشة وسطية ان كان الاسد يبا احنا اللي احنا دسه ما قلناهمش الاسد والقوس خلاص والجوزاء الجوزاء يخلي بالو من صحته الاسد عندك شغل كتير قوي قوي بس لو ركست فيه هتوصل لنتيجة حلوة قوي يبقى الاسد بتشغل قوي بالنسبة لك وتغيير حاجة في شكلك في مظهرك في روتينك هيقرر يعمل حاجة ويعني اعملها لو انت بعايز تعمل ليزر عايز تعمل عملية تجميلية اي حاجة اعمل اللي كنتم افهم بقالي فترة عشان كان فيه فينس لا كانش كويس وعطارت اقول بلاش بلاش دلوقتي عندك الفرصة مع ولادة الامر الجديد عايز تغيير قصة شعرك عايز اقوي هي بنتي يعني عايز تغييري قصة شعرك عايز تغييري حاجة في شكلك تعملي حاجة خلاص ابتدي بقى الفترة المناسبة دا للأسد بالنسبة للجوزاء انا عايز اجازاتي خلي بال الامر الصحية الامر الصحية يخلي بالو منها وبالنسبة للقوس انت عندك البيت التاني بالنسبة لك زحمة يعني القولك بزحمة زحمة مفايدة لو عملها صح انت هتجيب استفادة كبيرة جدا انت نصيح تليك اشتغل وركز لانك هتطلع بالنتايج حلوة يب احنا كده قلنا الاثناشر بورج قلنا مين البحظوزين جدا الخامسة الترابيين ومعاهم بورجين مائيين وقلنا المتعاكسين خلاص وقلنا اللي في المنطقة اللي في النص كده الاثناشر بورج